تعالوا نروح بقى الخبر آخر نروح كده طبعا مارادونا الأسطورة الكروية الأرجنتينية من يعني الشخصيات الكروية اللي العالم كله كان بيتحدث عنه لمهارته في اللعب وكان دايما هو يعني فوكس عليه في الأضواء بتاعة الإعلام والصحافة ولما توفى طبعا كان صدمة لكل محبينه وصدمة للعالم كله والحقيقة أنه لسه مازال مارادونا لسه يعني في الأضواء يعني أي خبر متعلق بي مارادونا تلاقي ترند وتبدأ الناس تتابعوا بالرغم من وفاته وعادت بقى قصة وفاة مارادونا كان ساعتها كان فيه جدل على قصة وفاته ولكن عادت مرة أخرى للأضواء بعد قرار القادي في الأرجنتين بمثول تمانية أفراد من الطاكم الطبي المعالج ليه بتهمة القتل الغير عام وأعلن القادي أن التمانية أفراد دول من الطاكم الطبي هيتحكموا في الأرجنتين مع إجراءات مشددة وده بعد نهاية التحقيقات في وفاته اللي طبعا توفي فيه عشرين عشرين وكان عنده ستين سنة وبتتهم النيابة العامة الأشخاص التمانية اللي هم من الطاكم الطبي بالقتل بسبب الإهمال وبيواجه المتهمين السجن ما بين ده الحكم يعني تمانية لخمسة وعشرين سنة ووصفتهم النيابة العامة بالمتهورين وأنهم ارتكبوا سلسلة أخطاء في إدارة حالة المرضية لمرادونا طبعا ده كان مبارح خبر منتشر على السوشيال ميديا وكانت التحقيقات مستمرة بعد وفاته على مدار السنتين ومبارح كانت نتيجة التحقيقات دي وحتى هو زي ما حضراتكم كده شايفين دي صور أعتقد من الجنازة لمرادونا طبعا مرضونا كان من الأساطير القرى العالم كله كان بيحبه وبيتابعه وكان عنده مهارة كبيرة جدا جدا في اللاعد فطبعا لسه محبينه بيتابعه أخباره ولسه العالم كله بيتابع أخباره عشان كده انتشر مبارح السوشيال ميديا بشكل سريع